وأنا هنا أروي رواية عن أنس بن مالك فقيه المدينة يقول حججت سنة مع جعفر بن محمد الصادق عليه السلام مالك بن أنس مالك بن أنس فقيه المدينة يقول فلما هممنا بالتلبية نوينا النية وبدأنا بالتلبية رأيت أن الإمام يكاد أن يغشى عليه وأن يقع عن راحلته ولا يستطيع أن يقول لبيك اللهم لبيك فقلت له يا ابن رسول الله التلبية واجبة قال أعرف ذلك ولكني أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك ثم يأتيني النداء من بطنان العرش لا لبيك عبدي ولا سعديك يعني كان الإمام وهو الإمام المعصوم على الأقل الإمام في نظر المسلمين هو الإمام المطيع العادل الذي لم يعص الله سبحانه وتعالى هذا الإمام كان يخشى أن يقول له الله تبارك وتعالى لا لبيك عبدي ولا سعديك لأنك لست جديرا بهذه التلبية أن يرفض تلبية أحسنت أن يرفض تلبيته لذنب ما كان قد فعله أو لخطيئة ما كان قد فعلها ولم يفعل خطيئة الإمام هو يعلمنا نحن ولهذا الإنسان حينما يريد أن يذهب أن يلب الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون قد خرج من كل ما في ذمته من حقوق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر